بداية إحنا كإدارة قضاء نحن مع المواطن نحن في خدمة المواطن إلا أن هناك أمور فنية هو يأتي مستهدف من عمل مجاري هذه الشركة أحيل إلى العمل في 2012 استأنفت عملها إجت أحداث داعش توقفت الشركة هذه معروفة يعني استأنف عملها بالشهر الثاني 2019 بس بشكل بطيء إجت أحداث كورونا توقفت بداية الشهر الثالث 2020 استأنفت عملها بالشهر التاسع 2020 يعني سبعة أشهر توقف بها العمل يعني هذه في فصل الصيف إحنا كنا إحنا كنا يعني بانين أمل بالصيف يعني أكون نسب إنجاز عالية إلا أن يعني استأنفوا العمل بالفترة الشتاء بوجه الشتاء بشهر التاسع الشركة بيها الآن خمس مجامع معروف يعني قضاء بيجي التربة يعني غيرينية تربة هدم يعني بس تحفر مترين يطلع عليك مياه جوفية إحنا مراقبين يعني الشركة وضغطين عليها وما راضين يعني ما راضين على على يعني البطء ما لها إلا أنه من نشوفه الوضع يعني الفني يعني ما أعذرهم يعني عملهم بطيئه وهذا يعني شغل بجاري يعني اليوم يعني يمكن أن يفتح أربع مواقع نفتح موقع واحد ونتحول من منطقة المنطقة في سبيل نأمن هاي المنطقة ونفتح العمل وإحنا ما ضغطنا على الشركة هو تحت الضغط ما نصالت خمس مواقع فتحوا إلا هما كانوا موقعين موقعين بس إحنا بالضغط ما نردنا يعني حتى نسبة إنجاز نخلص منها الملف هذا هو هذا عمل مجاري شر لا بد منه لحد الآن نسبة الإنجاز بالشبكات خمسة وثمائة بالمئة يعني نسبة نسبة جيدة جدا قياس محطات الرفوع نسبة خمسة بالمئة محطة المعالجة المقابل قرية المزرعة يعني تفوق الخمسة وستين بالمئة فيعني المشروع نعم بيتلكه وهذا بس في نهاية المطاف نعم ما طول أكو عمل أنا راضي يعني أكو عمل وأكو آليات وأكو متابعة أنا راضي بس بس أمت أمت ما أرضي أنا راضي تقريبا بس سنة يعني حتى يعني أكون صادق وراء فحص ست شهر يعني حتى بعدين ينهي الأرضية للترصيف والتبليط فالمشروع هذا نعم شر لا بد منه لأي مدينة بها مجاري